أنا عايزة أتوقف مع حضرتك وأقرأ هذا الجزء المحذوف من خطاب عبد الفتاح السيسي هذا الجزء الذي كان يفترض أن يقال في خطاب النهاردة مع المستشار الألماني أولاف شولز تخيل معي عزيزي المواطن وعزيزي المشاهد أن الخبر كالآتي قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من إسرائيل كما قرر الرئيس المصري إيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل وفتح معبر رفح بشكل عاجل وقرر إدخال قوافل المساعدات إلى غزة وتجهيز قوافل طبية عاجلة لنجدة القطاع كما أصدر الرئيس المصري تعليماته بفتح النقابات وكينات المجتمع المدني ودور العبادة لدعم فلسطين وأصدر سيادته تعليمات بحشد جميع مؤسسات الدولة الرسمية لدعم فلسطين ووقف العدوان كما دعا لعقد قمة عربية وإسلامية طارئة على مستوى رؤساء الدول ما رأيكم لو كانت هذه قرارات عبد الفتاح السيسي؟ ده الجزء المحذوف من خطاب السيسي ده الجزء اللي ما حصلش ما تقلش ده الجزء اللي كان مفودي يتقال النهاردة لكن ما تقلش ده الجزء اللي كان فيه ناس منتظرة إنها تسمعوا من رئيس مصري لكن ده عبد الفتاح السيسي فما قالوش للأسف وما تكلمش فيه يوما ما كانت القضية الفلسطينية لما بيحصل عدوان زي اللي حصل مبارح ولما بتحصل مذبحة زي مذبحة المستشفى الأهلي المعمداني والشخص اللي قدام حضراتكو كان شاهدا على النقاط اللي هستعرضها معاكو لما كانت بتحصل حاجة زي كده في فلسطين كان الكلام اللي هيطلع قدام حضراتكو على الشاشة ده بيكون موجود بعدها بدقائق في الشرع المصري مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية مظاهرات أمام النقابات المهنية والعملية مبنى دار المهن الطبية أو دار الحكمة في جاردن سيتي لطالما يعني تشهد سلالم هذا المبنى العتيق بالمظاهرات الداعمة لفلسطين والمنددة بالعدوان تحديدا نقابات الأطباء والصحفين والمهندسين مظاهرات الجامعات ودور الحركة الطلابية الحراك الشعبي اللي كان بيروح نحية الأزهر كل يوم جمعة وبيطالب بوقف العدوان الإسرائيلي قوافل الإغاثة الشعبية بعدات كبيرة لرفح القوافل دي اللي كان بيقودها سياسيين وأكاديميين ونشاطاء ورجال دين ادخال مساعدات مباشرة عبر معبر رفح استدعاء أو سحب السفير الإسرائيلي في حرب 2012 الرئيس المصري الراحل حمد مرسي أرسل رئيس الوزراء إلى غزة تسلق شاب السفارة الإسرائيلية وأنزل العلم الإسرائيلي بعد الثورة في 2011 و11 الحقيقة نستالجيا فلسطين والحراك الشعبي المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي هو ده التاريخ المصري وده تاريخ النضال المصري